يا أيها المسلمون توبوا إلى الله من موالاتكم لأبي بكر والله إن أبا بكر لن ينفعكم يوم القيامة لماذا هذا الحماس الزائد في الدفاع عن أبي بكر والتغطية على جرائمه أو تبريرها وإعذاره فيها أي عذر له إنه يدين نفسه بنفسه يلعن نفسه بنفسه هذه هي الحقيقة من أراد الحق يبرأ إلى الله تعالى من أبي بكر من أراد الحق يتوب إلى الله عز وجل من موالات أبي بكر هذا الإرهابي إن الذي يقول ائتني به بأعنف العنف يعني إرهابي قمعي هذا حاكم مستبد إرهابي قمعي لا يوجد تفسير آخر يأمر بالعنف في حق من؟ من أوجب القرآن مودتهم يأمر بالعنف في حق من؟ في حق الله سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم يأمر بالعنف في حق من؟ في حق سيدة عظيمة هي سيدة الإسلام والمسلمين سيدة الأولين والآخرين سيدة الجنة وأهلها فاطمة الزهرة وهو عالم بأنها في هذه اللحظة في هذه الأيام في حالة خاصة ترجمة نانسي قنقر